اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح اول طريقة هي البردقوش وهو من الاعشاب التي تستخدم بشكل كبير في التخلص من العديد من مشاكل الرحم ورغم فشل العديد من الاعشاب في التخلص من الورم اللي فيه في الرحم الى ان البردقوش اثبت فعاليته في تقليص حجم الورم ويتم استخدامه بتناول مغل البردقوش بمقدار نصف كوب في الصباح الباكر ونصف كوب في المساء مع امكانية اضافة ملعقة من العسل لتحليته عشبة اخرى وهي كف مريم وهي من الاعشاب العلاجية للرحم والتي يمكن الحصول عليها من العطار ويتم استخدامها بشرب مغلي كف مريم بمقدار كوب في الصباح وكوب في المساء كذلك القرفة حيث تساعد على تنشيط الرحم ومحاولة التخلص من الورم واذابته فيمكن شرب مغلي القرفة بشكل يومي للحصول على نتائج فعالة من الممكن علاج الورم الليفي في الرحم بالجراحة فتعتبر الجراحة هي الحل الانثل لتخلص من مثل هذه المشكلة وخصوصا في حال حدوث نزف حاد او مشكلة مرضية اخرى بسبب الورم فيتم استئصال الورم الليفي او استئصال الرحم بشكل كامل ويعتمد ذلك على حجم الورم او من الممكن ان يصف الطبيب بعض الادوية التي تخلص حجم الورم الليفي وتخلص منه بشكل نهائي انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات